مرحبا وطحياتي للجميع لو قدر للنهضة العلمية التي شع نورها من دار الحكمة في بغداد في العصر العباسي الأول لو قدر لها مثلا أن تبقى متوقدة ومتوهجة لكان ربما المسلمون اليوم هم في طليعة الأمم المتقدمة والمتفوقة علميا ولربما كان بيت الحكمة في بغداد هو اليوم أهم مركز إشعاعي حضاري علمي ثقافي في العالم كما كان بالفعل في تلك الفترة القديمة من الزمن ومن أهم العوامل التي ساعدت على تلك النهضة العلمية الشاملة آنذاك تبرز حركة النقل أو الترجمة التي ازدهرت بالتحديد في العصر العباسي هذه الفترة التي واقعا شهدت تقدم كبير جدا تقدم أسطوري بالفعل طبعا قياسا إلى الزمن الوجيز الذي تحقق من خلاله ولذلك في هذه الفترة كانت ومازالت مدعاة فخر واعتزاز لغاية اليوم وهنا لا نغالي أيضا إن قلنا بأن ما تحقق في تلك الفترة من تقدم وتطور في الميادين كافة سواء العلمية أو الفكرية يعني كان إحدى الدعامات الأساسية التي قامت عليها بعد ذلك الحضارة الغربية وقبل أن أتحدث بنوع من التفصيل عن دار الحكمة دعونا أولا وبشكل مختصر وسريع دعونا نعدد بعض من أهم العوامل والأسباب التي دفعت العرب نحو الترجمة ونحو النقل ويمكن اختزالها في ستة عوامل بارزة هي أولا تحضر العرب فبعد انتهاء عهد الفتوحات واستقرار الدولة الإسلامية وأخذ العرب بأسباب الحضارة والتحضر عما ما يشبه الرخاء والترف ربوع الدولة وهذا طبعا أدى إلى تفرغ البعض لأمور الفكر والعلم وللأخذ من ينابيع العلم والثقافات المختلفة طبعا لأسباب متعددة منها مثلا لشعور العرب بسبق الشعوب المغلوبة لهم في هذا المضمار مضمار العلم ومضمار الفكر ومنها أيضا كما يقول ابن خلدون لأن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتزدهر الحضارة ثانيا طبعا لحاجة العرب آنذاك الملحة للفلسفة والعلوم المختلفة فبعد تأسيس العرب لهذه الدولة المترامية للأطراف زادت الحاجة بشكل طبيعي إلى العلوم والفلسفة طبعا لتنظيم الحياة وتنظيم الدولة والمجتمع ولتلبية كل الحاجات التي استجدت وأيضا كان هناك حاجة ملحة خاصة للفلسفة مثلا للدفاع عن الدين وهكذا بدأ المسلمون بترجمة العلوم والمعارف المختلفة لشعورهم كما قلنا بالحاجة إليها ثالث العوامل هو تشجيع الدين وهذا عامل أساسي جدا فالإسلام حث على التفكير وعلى طلب العلم ربما كما لم يفعل أي دين آخر وهذا يمكن لحظه بسهولة سواء في الآيات القرآنية أو في مجمل الأحاديث النبوية طبعا آيات من مثل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كمثل يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أو في الكثير من الآيات التي تبدأ أو تنتهي بعبارات من مثل أو دعوات هي في الواقع أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا ينظرون إلى آخره وطبعا حديث نبوية كثيرة من مثل ذلك الحديث الذي يقول أطلب العلم ولو في الصين أو طلب العلم أيضا فريضة على كل مسلم ومسلمة أيضا مثلا حديث يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أو من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلى آخره رابعا انتشار اللغة العربية فاللغة العربية انتشرت واقعا في كل البلاد التي فتحها المسلمون وأقبلت شعوب تلك البلاد على تعلم اللغة العربية طبعا إما لأنها لغة الدين الجديد الذي اعتنقوه وإما لأنها لغة الفاتح الجديد ويعني من خلال تعلمها يتقربون إليها المهم هذا الانتشار للغة العربية خاصة عند من يملكون العلم والحكمة أدى بطبيعة الحال إلى تمازج الثقافات والحضارات في هذه الحضارة العربية الناشئة وتحولت بعد ذلك العربية إلى لغة العلم والفلسفة في ذلك الزمن خامس العوامل المجادلات بين الأديان والفرق والملل المختلفة وطبعا احتياج المجادل للاطلاع على ثقافات غيره أو دين غيره أو عقيدة غيره أو احتياجه مثلا لطرق إقناع جديدة وهذا ما دفع للحصول عليها من مصادر خارجية فكان هناك حاجة للترجمة سادسا تشجيع الخلفاء والأمراء خاصة المثقفون منهم ومن هذا العامل السادس يعني دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة فهذا التشجيع من الخلفاء والأمراء واقعا بدأ في العهد الأموي خاصة مع الأمير العالم خالد بن يزيد الأموي وأيضا في العهد الأموي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز لكن لنقول أن حركة النقل هذه ظلت في العهد الأموي من مثل مبادرات فردية لا أكثر بعكس ما أصبحت في العصر العباسي اذ تحولت إلى نشاط من نشاطات الدولة الأمر في العصر العباسي أو الفترة العباسية بدأ يتضح مع الخليفة هارون الرشيد الذي قام بتأسيس مكتبة في بغداد أسماها بدار الحكمة وشجع على نقل كتب العلوم المختلفة من اللغات الأخرى لكن التاريخ سيحفظ للخليفة المأمون أنه كان أبرز مساهم في النهضة العلمية العربية الشاملة وهذا يعني لمن يطلع على سيرة المأمون يعني ليس بمستغرب إذ أنه كان مثقف ومحب للعلم والحكمة فطور من دار الحكمة وجعله مركز ثقافي وعلمي شامل وليس مجرد مكتبة وكان المأمون كما عرف عنه يعني يحرد الناس على العلم وعلى القراءة وكان يقططع من وقته يعني وقت خاص للنقاش العلمي أو للقاء العلماء أيضا المأمون أسس في بيت الحكمة دار خاص للترجمة وشجع على هذه الترجمة طبعا مدفوعا يعني كي لا ننسى بنزعة اعتزالية وبلغ من تشجيعه للترجمة أنه كان تخيله يدفع زنة الكتاب المترجم ذهبا خالصا أكثر من ذلك فحبه للكتب والعلم دفعه لكي يضع في شروط الصلح مع الروم بدل المال شرط تسليمه مكتبة من مكتباتهم الكبرى والتي تحوي يعني أمهات الكتب اليونانية والعلمية المختلفة أيضا كما يذكر المؤرخون فبلاط المأمون آنذاك كان يموش بجمهرة عظيمة من رجال العلم والأدب والشعراء والفلاسفة والعطباء وغيرهم الذين استدعاهم المأمون من أمكنة مختلفة وأحاطهم برعايته يعني على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف جنسياتهم وحتى أديانهم طيب بيت الحكمة في بغداد يعتبر أول مركز علمي موسع من نوعه في العالم هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يقفز من فوقها وكان بيت الحكمة يعني من ناحية الشكل على شكل بناء يجتمل على غرف عديدة تمتد بينها يعني أروقة طويلة وكان في بيت الحكمة مكتبة عظيمة لا نظير لها وكان يسمح يعني كما المكتبات الموجودة اليوم المتقدمة كان يسمح لأي إنسان بالدخول إلى هذه المكتبة لمطالعة أي كتاب أو حتى لاستنساخ أي كتاب طبعا كما هو حال اليوم مع وجود بعض الشروط الضرورية كمثل أنه كان يحذر الكتابة أو التعليغ أو الشرح مثلا أو وضع هوامش ما على الكتب كذلك كان في مقدور أي شخص أن يستعير كتاب أو أكثر طبعا لمدة معينة أيضا اجتمل دار الحكمة على قاعة مخصصة لمختلف أنواع المحاضرات والمناظرات وأيضا كان هنا قاعة أخرى للإستراحة يعني كمثل الكافيتيريا الموجودة اليوم مثلا في المعاهد والجامعات يعني حتى تخيلوا أن داخل هذه القاعة المخصصة لإستراحة العلماء والباحثين والدارسين وحتى الطلاب كان يوجد فيها جوقة موسيقية تقوم بعزف الألحان التي تساعد على الاسترخاء وعلى تصفية الذهن وغرف بيت الحكمة كانت مقسمة إلى عدة أقسام فمنها غرف للعاملين وغرف مخصصة للمترجمين وغرف للنساخ غرف للوراقين وأخرى للمجلدين وغرف أيضا للتدريس يعني كانت تقدم فيها لنقل الدروس ويقصدها طلاب العلم الذين كانوا يتقاطرون إلى دار الحكمة من مختلف أرجاء الدولة الإسلامية وكان هناك حتى غرف للمنامة لمن يحضر مثلا من أماكن بعيدة كما كان هناك غرف أخرى متعددة لأشغال متعددة أو لمهمات أو لأمور متعددة كمثل المخازن وغيرها أغضا كان بيت الحكمة أو دار الحكمة كان يعمل على مدار الساعة يعني 24 على 24 كما نقول فلا يخلو وقت من أحد مثلا يعمل بالترجمة أو أحد منشغل بالمطالعة أو يقدم حلقة دراسية أو مناظرة أو يجري نقاش علمي إلى آخرين ودار الحكمة واقعا أنا ذاك يعني أحاطت بمختلف العلوم المعروفة في ذلك العصر كمثل الفلسفة والأدب والشعر والمنطق والرياضيات والطب والفلك وعلم المعادن والكيمياء وغيرها فكان يعني بحق جامعة كبرى وكما قلت قبل قليل كان بحق مركز حضاري لا مثيل له في ذلك الزمن يعني على كل وجه الأرض أما فيما خاصة ترجمة عفوا فاستقدمت يعني كل الكتب المراد نقلها إلى العربية من مصادر شتى ومن مختلف جهات العالم من سقليا من آسيا الصغرى القسطنطينية طبعا فضلا عن بلاد الهند وفارس وكان من أثر اهتمام المأمون بالمترجمين والدفع لهم طبعا بسخاء أن تقاطر على بغداد العشرات منهم من أنحاء العراق والشام وفارس ومنهم النصاطرة والصابقة والروم والمجوس واليعاقبة وبدأوا يترجمون عن اللغات اليونانية والفارسية والعبرية والسريانية واللغة القبطية وحتى اللغة اللاتينية وأيضا اللغة الهندية وغيرها وبشكل طبيعي ازداد الوراقون في بغداد الوراقون الذين يعملون بنسخ الكتب لقاء أجر طبعا في غياب الطباعة التي لم تكن قد اكتشفت بعد كذلك كثرة باعة الكتب وكثرة أماكن المناظرات وتعددت مجالس الأدب والشعر والحكمة والعلم وتحولت بغداد إلى العاصمة العلمية والفكرية للعالم وإذا عددنا بعض من أشهر مترجمي تلك الفترة فنذكر مثلا على سبيل المثال هنا للحصر طبعا العالم والطبيب العراقي يحنى بن مساوي أيضا ثابت بن قرى الحراني وولده سينان هناك أيضا قصة بن لوقا البعلبكي من بعلبك من هنا من لبنان وأيضا طبعا لن ننسى حنين بن إسحاق العبادي الذي يعد شيخ تراجمة العصر العباسي وكان عالم وعلم كبير جدا وعجوبة من عجائب الزمن هذا حنين المولود في الحيرة لأسرة عربية نصطورية نصرانية والذي كان يتقن اليونانية والسريانية والفارسية وغيرها من اللغات بطريقة عجيبة وبطلاقة مذهلة حنين الذي ولاه المأمون رئاسة دار الحكمة ونقل إلى العربية يعني أمهات الكتب اليونانية في الطب والفلك والفلسفة والهندسة وغيرها وكان حنين ولو تكلمنا عنه بشكل موجز كان يتميز بدقة ترجمته ووضوحها الشديد وكان كما يذكر المؤرخون أقدر أهل زمانه على وضع المصطلحات المناسبة طبعا في العربية لمثيلاتها في اللغة اليونانية وأحيانا كان يبقي المصطلح أو اللفظ اليوناني كما هو إذا تعذر إيجاد مصطلح عربي مناسب له كما أن أسلوبه في الترجمة كان له علاقة بسعة علمه وتبحره في العلوم المختلفة إذ كان حنين لا يترجم حرفيا كما نقول بمعنى أنه لم يكن يترجم كل كلمة بكلمتها إلى لفظها المقابل في العربية هذا الأسلوب الذي كما يعني هو معروف قد يخل بالمعنى لأن النقل الحرفي يعني لا يأخذ بالاعتبار جملة أمور مختلفة منها اختلاف مثلا المعاني بين اللغات وقواعد اللغة وتركيبها إلى آخرين لأ كان حنين ينقل الجملة أو الفقرة المراد ترجمتها إلى العربية بمعناها وبمدلولها المراد منها ولذلك كانت ترجمة حنين هي الأفضل والأكثر قربا يعني من أفكار الكتاب المراد ترجمته أو من أفكار المؤلف وإضافة للعشرات من الكتب التي نقلها حنين بن إصحاق له أيضا عشرات الكتب الخاصة من تعليفه الخاصة والتي تبرز يعني المكانة العلمية والفكرية التي كان عليها حنين بن إصحاق وإن شاء الله سيكون لنا مستقبلا وقفة خاصة مع هذا العبقري الكبير طبعا أثر بيت الحكمة إضافة لكونه حفظ أصلا التراف اليوناني والشرقي من الضياع أيضا أثر بيت الحكمة يمكن لحظه بسهولة من خلال رصد تلك النهضة الفكرية والعلمية التي شهدتها تلك الفترة من الزمن كما تحدثنا في المقدمة أيضا يمكن لحظ هذا الأثر من خلال ذلك الفيض الغزير من المؤلفات التي ظهرت أيضا من خلال وفرة العلماء والباحثين الذين هيئ لهم بيت الحكمة كما نقول الجو العلمي والمصادر والمراجع العلمية المتنوعة فعلى سبيل المثال الحصر أيضا في بيت الحكمة وضع العالم الكبير أو العالم العلم المفخرة الخوارزمي وضع أهم مؤلفاته الرياضية وفي مقدمتها علم الجبر وفي أيضا وضع الأصمعي اللغوي الشهير أيضا كتابه الشهير عن تاريخ الملوك الغابرين وكذا فعل المؤرخ حمزة الأصفهاني في تاريخه عن الملوك والأنبياء طبعا معتمدا كما غيره على مصادر ومراجع بيت الحكمة وفي أيضا وضع أبن النديم كتابه الشهير المعروف بالفهرست وغيرها من المؤلفات الكثيرة التي غضعت في دار الحكمة واعتمدت على جوه العلمي كما قلنا وعلى المراجع الموجودة بداخله ما يلفت الانتباه وهذه نقطة لا بد من ذكرها هو ذلك الجو من حرية الفكر التي خيمت فوق بيت الحكمة حيث كانت النقاشات والمناظرات تجري على مدار الساعة بين الفلاسفة وبين العلماء وكان كل واحد يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وكان أصحاب العقائد والأديان يعني يتكلمون بما يحلو لهم من دون خوف أو وجل أو حذر أو ترهيب مثلا أيضا كان المترجمون من النصارى ومن الأديان الأخرى يؤدون طقوسهم يعني داخل دار الحكمة من دون وضع قيود على هذه الممارسات أو شروط مثلا وكانوا يناظرون علماء المسلمين يعني حتى أمام الخليفة المأمون بكامل الحرية طبعا بعد المأمون ضعف الاهتمام ببيت الحكمة بدأ يضعف الاهتمام بدار الحكمة طبعا تدريجيا لكنه يعني ظل يعمل بشكل أو بآخر إلى أن دخل المغول بغداد وطبعا خربوها وبذلك كما يذكر الكثير من المؤرخين خربوا دار الحكمة وضاعت المكتبة وجرى إعدام للكثير من كتبها ومصنفاتها ويعني خرب ببيت الحكمة بشكل عام وذهبت معالمه وتكفل الزمن بعد ذلك بمحوي أثاره ولم يبقى منه سوى هذه الذكرى ذكرى تخبر عن نجد وحضارة ودار علمي حضاري أنار عتمة جهل يعني كان ليله يغمر الأرض بمن عليها فلن أطيل أكثر وأشكركم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر